موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم ويغسر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام مازلنا مع خيار البشر مازلنا مع الأماجد الأماثل مازلنا مع طائفة ملك الدنيا بأسرها في مدة وريزة من عمر الزمن صدقوا الله فصدقهم الله جل فعلان هؤلاء الذين قال الله فيهم جل فعلان كنتم خير أمة أخرجت للناس وأولى الناس بالدخول في هذه الآية العظيمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم فخير الناس هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أنزل الله جل فعلان قرآنا يتلى الى يوم الدين براءة عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت بقرآن يتلى الى يوم الدين تمدح بها ابن عباس عندما دخل عليها وقال لها وهي في مرض الموت قال ابشري وهذه ايضا من السنة من السنة ان من اقبل على الاخرة ان يمتلئ قلبه رجاء في اللاجل فعلها وحسن ظن به حتى لا يأس من رحمة الله جل فعلها ولا تغلب عليه الخوف فيأس من رحمة الاجل فعلها فاراد ان يرجيها في ربها لان النبي قال لا يمتنى احد منكم الا وهو يحسن الظن بالله دخل عليها وقال لها ابشري انت الصديقة منت الصديق انت حبيبة رسول الله وان النبي لا يحب الا طيبها انت زوجته في الدنيا وفي الاخرة انت انزل الله فيك في براءتك قرآنا يتلى اليوم الدين منقابة ليست بعدها منقابة وانزل الله فيه من المؤمنين رجال هؤلاء هم الرجال حق من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وكان منهم انس بن النظر وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر الى طلحة ابن عبيد الله قال هذا من من قضى نحبه وهو يمشي على الارض وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الغرض المقصود هؤلاء هم أفضل الناس أجمعين هؤلاء بعد الأنبياء المرسلين أفضل صحبة صاحبة نبيا قلنا من أهم ما يميز هذا الجيل الفريد لنأتسي به هو حسن الخلق كل الناس يقع في المعصير وكل الناس يزل طارة يرتفع الإيمان طارة يعني يقوى طارة يضعف طارة ولكن الغالب غالب الحال يقص عليه المرء ما غالب الحال غالب الحال صلاة صيام قيام صدقة استغفار طلب علم تعليم تعلم عمل بهذا العلم الغالب هو الذي يحكم على الإنسان به لكن للمرء هنات ولكل جواد كبوة ولكل عالم زلة قال هناك هنات وزلات وسقطات موجودة حتى في الأنبياء حتى الأنبياء معرضون لذلك تكراراً ومراراً أنا قلت هذا وهذا قول المحقين من أهل العلم عندما قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى وقال الله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح لا تسألني ما ليس لك بي علم لا تسألني ما ليس لك بي علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين وإبراهيم عليه السلام قال إني كذبت في جنب الله ثلاث كذبات على نبينا وسيد الأنبياء وسيد الأولين والآخرين سيد الخلق أجمعين قال الله له ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فالغرض المقصود قد تكون السقطات والزلات والهنات من الإنسان ويبقى حصن الخلق ويبقى المثاق الذي أخذه الله جل في علاء على نبيه صلى الله عليه وسلم مدحاً وأخذه النبي السلام على أصحابه تربية وهو حصن الخلق لأنه أثقل ما في الميزان كما سؤل النبي السلام عن أثقل ما في الميزان قال حصن الخلق وقد قال النبي سعود في سنة الدرمية في سنة صحيح طالما كان يأتسي فليأتسي بمن مات يقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أرد في الوصف الجلي لهؤلاء ونحن نجلي صفات هؤلاء لا لنتسلى بل لنأتسي بهم عندما قال هم أبر الناس قلوباً وأعمق الناس علماً وأقل الناس تكلفاً وهم أزد الناس في الدنيا قال وهم أحسن الناس خلقاً هم أحسن الناس خلقاً وتكلمنا عن بعض الأخلاقيات التي ظهرت لنا من أفعال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملاً إجمالاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يدرك وهذا في السنن وفي المسند بسنة صحيح قال إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم حسن الخلق يعلو بالمرء إلى المنازل العلا شوف يقول درجة الصائم القائم بحسن الخلق وبينا من حسن خلق الصحابة الكرام وقفنا عند منقبة عظيمة في أخلاقيات هؤلاء الأخيار الأبرار الذين اصطنعهم الله لنفسه وربهم على عينه سبحانه جل فعلا وكانوا خير صحبة صحابة نبياً فكانوا من أعظم الناس صحبة للرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيثار وقفنا عند الإيثار وقول ربنا الرحمن في كتابه القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قلنا بأنهم لما قالوا المهاجرون لما نظروا فيما يفعل يا الأنصار ما الذي يفعلونه شوف الله جل على مدحهم متحاً عظيماً في كتابه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص المهاجرون لك قالوا يا رسول الله ذهبوا بالأجر قال لا ما أثنيتم عليهم خيراً ودعوتوا لهم طبعا أثنيتم عليهم خيراً هذه انطلاقة انطلاقة لميزة أخرى من حسن الأخلاق عند هؤلاء وهي معرفة الفضل لأهل الفضل هذا من حسن الخلق أنهم ينزلون الناس منازلهم إذن في إلغاء للحقد والحسد وفي الدغل الموجود في القلب وفيها تهذيب النفس وفيها هضم النفس من أجل أن ينصف كما قال الذهبي قال الإنصاف عزيز عزيز في عصر الذهبي في عصرنا الإنصاف ما أدري هو موجود أم لا الله المستعان لكن سنبين بالواقع كيف كان الإنصاف في هؤلاء وكيف أنهم كانوا يعرفون الفضل لأهل الفضل وينزلون الناس منازلهم لكن ما زلنا مع خصلة وخلة عظيمة ومنقبة رفيعة ألا وهي الإصار فكانوا يؤثرون على أنفسهم كما قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار يعني آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع والقصة مشهورة جدا وكلكم يسمعها لكن فيها لفتة أعظم مما تكون سعد بن الربيع رجل عربي عربي أصيل وعربي أصيل تعلم أنه يعني عربي أصيل الأهم عنده مسألة النساء يعني فيهم الغيرة الشديدة تعرف سعد بن عبادة سعد بن عبادة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال له هلال بن عمية يعني إذا واجد الرجل عمرأتي رجلا ينتظر حتى يأتي بأربعة بأربعة شهود قال البيّنة أو حد في ظاهرك فقام سعد بن عباد شوالكلام بقى وسط الصحابة ماذا يقول سعد بن عباد وكانوا الجميع يقولون حتى تكون العزر لسعد أو يكون العزر لسعد يعني قالوا لو طلق امرأة ما يتجرى أن يتزوجها لأنها كانت تحت سعد بن عباد من شدة الغيرة هلأت فيها سعد بن عباد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيّنة أو حد في ظاهرك قال أأرى أو أجد لكع بن لكع يعني لئيم ابن لئيم على مرأتي ثم آتي بأربعة شهود والله لعلوانه بالسيف غير مصافح تعجب النبي وتعجب الصحابة كيف يقول ذلك والنبي قال البيّنة أو حد في ظاهرك وهذه أيضا استدل بها بعض العلماء على جواز ذلك كما في المغني وفي غيري لست بصدد الكلام فقيا في هذه المسألة لكن أنا أريد أنوه على مسألة مهمة جدا في مسألة الإثار كيف هضم النفس من أجل تقديم الأخ على نفسه قدم أخاه على نفسه حقا عمل أول عامل أولا بقول نفس السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وعمل ثانيا بالأعظم والأرفع والأرقى والأسمى وهو أنه قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص غيرة العرب قال سعد معبادة والله لعلوانه بالسيف النبي ماذا يقول أقره هنا الإقرار وهذا واجه عند الشفعية ماذا قال أتعجبون من غيرة سعد والذي نفسي بيدي إني لأغير منه وإن الله لأغير مني وإن الله لأغير مني شوف مع هذه الغيرة دخل سعد من الربيع عندما آخر نفسنا بينا وبين وبين عبد الرحمن العنف قال له هذا بيتي نقسمه شطري هذا لك وهذا لي وعندي زوجتان أتى بهما قال فلتتخير أجملهما الله أكبر الله أكبر هذه تطبيقا لقول وانا الان لا أتعجب ولا أندهش أن الصحابة من المهاجرين أصحاب أصحاب الفقه والقريحة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب الأنصار بالأجل يا رسول الله شوف سعدنا ربيع هذا الرجل في النخوة وفي الغيرة قال تنظر أجملهما لك أمامك في عينك أجملهما أعجبتك طلقتها وتزوجتها يا لله من الذي أوزع في قلبه أن يفعل ذلك أي إنسان يهضم حق أو يهدم نفسه حتى فيما يملك من امرأة تحته ويريد أن يهديها يهديها لأخيه بعدما آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أخوة الإسلام تذيب كل شيء تذيب كل الأحقاد والدغل والحسد تذيب النفوس تذيب جبال المعاصي أخوة الإسلام الأخوة ولذلك الله يعلم تنع على نبينا بهذه عندما قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخوانا ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا الرجل يقول يا للأنصار والآخر قال يا للمهاجرين طالما النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم أبي دعوى الجاهلية هذه تفرق تشرزم وكم من دعوى جاهلية الآن حتى بين الأوساط المنتزمة يفرق بعضهم بعضها لما لما الشرزم لما التفرق لما لما شعار أن من وفقني فهو معي وهو الذي معه الحق وأن من خلفني فهو العدو وهو المخطئ وهو الفاسق وهو الفاجر لما 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 وقد يسعى الخلاف لما لما وقد نقول بأن 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 أسس التوحيد تجمع الجميع أسس التوحيد تجمع الجميع لما لما العداوة لما لا يحتمل بعضنا بعضها فلذلك قال النبي أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يتعزى بعز الجاهلية المفرق بين الجماعات يتعزى بعز الجاهلية فأعضوه بهنى أبيه ولا تكن لذلك أبي سمع رجل بيفخر بالآباء ويتعزى بعز الجاهلية قام أبي فقال له أعدد كذا وذكر تصريحا أعدد كذا قال له يا أبي أنت صاحب رسول الله أنت وأنت وأنت أنت المقدم في القرآن أتقول ذلك قال نعم أقول لأن النبي قال ذلك وأمر بأن نقول بذلك وسمعنا وأطعنا للنبي لأن النبي قال من رأيتموه يتعزى شوف هنا الاستهزاء به والتحقير مما يفعل لأننا لابد أن نحسم المادة ونقطع كل سبيل يشرز بين الأمة يقطع الأمة أو زاعا فقال النبي جاهل سلم من رأيتموه يتعزى بعزل جاهلية فأعضوه بهنى أبيه ولا تكنوا فهنا سعد بن ربيع قال له أطلقها مع النخ ومع الغير تخيل هذا قال أطلقها وتتزوجها أنت لكن كان النبل أعظم عند عبد الرحمن بن عوف شوف التعفف والعزة مع 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 تصديق الأخوة مع التمسك بها فقال له عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله لك في أهلك وفي مالك بارك الله لك في أهلك وفي مالك دلني على السوق إثار عظيم جدا وأعظم منه ما وجدناه يدهش العقول أن أضياف رسول الله أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جواد كريم تعلمون أن النبي هو أجود الناس كما قال ابن عباس قال إن رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن فلا رسول الله يجد بالخير كالريح المرسلة بأبيه وأمي فلما جاء الضيفان وتعلمون أن أكرام الضيف واجب فقال النبي بعث إلى بيوتاته التسعة لتضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة يبعثون إلى نفس السلام ما عندنا إلا الأسودان الماء والتمر فسمع رجل من الأنصار يا للأنصار يا للأنصار يا للله كم وضع الله فيهم هذه القيمة وهذه النعمة كم كم نصر الله بهم الدين الأنصار أسسوا الدولة الإسلامية حقا الأنصار نصروا دين الله حقا ولم يكونوا أمراء ولم يكونوا أمراء ونصر الله بهم الدين لذلك قال النبي الأمين قال الأنصار قال صبروا حتى تلقوني على الحوت ولما وزع النبي السلام الغنائم في المتأخير الإسلام وكلمة خرجت قالوا سيوفنا تقطر من دمائهم ويعطيهم ما منعنا أم لم يظنوا بالنبي السلام لكن الفعل يعني ما استوعبه كثير من الناس حتى ترى بأن النبي أتى بسعد نعبادة فقال له ما هذا الذي أسمعه عنكم؟ ما الذي تقولون؟ فقال قد قالوا يا رسول الله صدق ما في كذب على الرسول ولا في ذهاب ومجيء قال له قد قالوا يا رسول الله قال وأنت يا لله سعد ماذا يقول للنبي؟ قال أنا واحد من قوم يعني إذن أنا أقول لكن هنا أدب أدب جم أمام النبي ما أراد أن يقول وأنا أقول بذلك قال ما أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله يعني أقول ما يقولون فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد حديث طويل قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشات واللبن والنوق وتذهبون أنتم برسول الله فبكوا بكاء عظيما بكوا بكاء عظيما والبكاء كان أعظم عندما قال يعني أما أتيتكم وكنتم ضلالا فهداكم الله به وكنتم تتقتلون فمنعكم الله به الغرض المقصود أنه عدد لهم المناقب التي كانت لهم بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أمن فسبحان ربها العظيم هؤلاء البشر هؤلاء القوم إن الله حق النصر بهم الدين فجاء رجل من الأنصار وقال يا رسول الله أنا أضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نووم الصبيان ثم قال أطفئي المصباح ووضعوا الطعام ومثلوا أمام أضيف رسول الله أنهم يأكلون ومكانوا يأكلون حتى أكل الضيوف وشبعوا في الفجر البشارة جاءت في الفجر سريعا أعمال هذا خرج عن النظائر أعمال لا يمكن أن تكون إلا من مثل الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ففي الفجر النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي طالحة متعجبا قال ما فعلت عجب ربكم من صنيعكم البارحة عجب ربكم من صنيعكم البارحة وضعوا الطعام وهياء الطعام أحسن ما يكون من تهيئة ويعني أوهموا الضيوفان أنهم أوهموا الذين جاءوا ضيوفا على النفس السلام أوهموهم بأنهم يأكلون حتى أكلوا فشبعوا فأنزل الله جلالفعلاء إلى نبينا هذه البشارة عجب ربكم من صنيعكم عجب ربكم من صنيعكم البارحة لهذا الفعل هذا الإثار الذي وجدناه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجب من ذلك عند الموت وأعجب من ذلك عند الموت عشرة الجميع يعني كانوا وهذه في الغزوة غزوة أحد أو في غيرها على ما أذكر عشرة كل منهم شارف على الموت وكل منهم يحتاج إلى رشفة ماء إلى شربة ماء حتى أتوا بالماء وكل واحد من الصحابة الأجلاء يقول أخي أحواج لشربة الماء مني فينقلها لأخي ثم ينقلها لأخي ثم ينقلها لأخي الأول نقلها للثاني الثاني آثر الثالث على نفسه الثالث آثر الرابع الرابع آثر الخامس حتى بلغوا إلى العاشر فلما وصل العاشر مات الأول ومات الثاني ومات الثالث ومات الرابع ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم أجمعين هؤلاء هم صحابة رسول الله هؤلاء الذين نأتسي بهم هؤلاء الذين كتب الله نجاتنا بنجاتهم يعني بأن نتهيأ وننتهج ما كانوا عليه حتى تكون النجات كما كانت لهم النجات وهذا التنصيص قول نبينا الكريم عندما قال كلها في النار إلا واحدة قال من يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي اليوم اليوم يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من حسن الخلق الذي نراه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرؤة الصحابة المرؤة والمرؤة هذا أمر جلل يعني تعلمون أن المحدثين لابد لقبول الراوي لابد أن يكون الراوي عدلا ضبطا ذا مرؤة لابد أن يكون ذا مرؤة وذلك يقولون تقي النقي وخال من خوارم من خوارم المرؤة وإن كان عند التحقيق أنها لا تسقط الراوي عند التحقيق لكنها تجمل تزين الراوي تجمله وتزينه بس ياما نرات المحدثين يرى بأن هناك مغالاة في إسقاط الراوي بخوارم المرؤة لكن هنا هناك المرؤة التي أقصدها هنا مع الصحابة نبل الخلق سمو الفعل يدهشك تزهل ترى القلب يهفو إلى النظر إلى هذه الفعال وأن يتمنى أن يأتسي بهؤلاء لتنزل إلى مرؤة هؤلاء وإن أردت عجبا فاسمع إلى ما سيأتي عمر بن خطاب رد العرضاء يأتي ثلاثة من الشباب يصرخون اقتص لنا اقتص لنا اقتص لنا يا أمير الممنين قال ما بكم قالوا هذا الرجل شاب هذا الرجل قتل أبانا هذا الرجل قتل أبانا فجاء الرجل فقال ما فعلت قال أنا رأي إبل وغنم جاء ند بعير وأكل من شجرة هذا الرجل من أرض هذا الرجل عند شجرة في أرض هذا الرجل فأخذ حجرا فألقاه به فقتله فأخذت نفس الحجر فألقيت عليه فقتلته واعترف يعني أنت تقتل رجل بجمل رجل تقتله بجمل هذا أمر جلل فعمر بن خطاب قال إذن أقتص منك انظروا إلى المروءة قال إذن أقتص منك فقال له أمهلني أمهلني ثلاثا قال علامة يعني لما أمهلك ثلاثا قال أمهلني ثلاثا مات أبي قريبا وترك لي انظر إلى المروءة كيف تنقذ المرء مات أبي قريبا وترك لي كنزا وترك لي أخا صغيرا سيضيع الصغير ترك لي كنزا لي ولأخي وترك لي أخا صغيرا أذهب فآتي بالكنز وأحافظ له أحافظ لأخي على الكنز وأيضا أجعل أخي في مأمن فعمر وقف وقال ما تقولون ونظر إليه طال من يضمنك عندنا لتأتي يعني لو تركناك وأمير الأمنين ملئ رحمة هذا عمر الخطاب ويحقق مقاصد شريعة فقال له من يضمن لنا رجوعك فنظر في القوم من الصحابة فوجد أبا ذر فاختاره فقال هذا أضمنني فأتى به عمر فقال تضمن هذا رجل قال نعم أضمنه يا أمير المولين يذهب فيصلح شأنه وشأن أخيه وأنا أضمنه يعني هذا الكفيل هنا الكفيل الضمين يأتي به هنا وهذا حتى في الحدود وفي القصاص فتركه ثلاثة أيام فذهب الرجل وبعد اليوم الثالث وفى وأتى إلى عمر بن الخطاب فتعجب عمر بن الخطاب يعني عمر بن الخطاب تعجب من وجوده فتعجب عمر بن الخطاب رجل الله عن أرضاه من وجوده بأنه أتى فنظر عليه يعني متعجبا فقال ما الذي أتى بك يعني كأن تقاتل وستقتل قال له ما الذي أرجعك ما الذي ردك قال خشيت أن يقال لقد ذهب الوفاء بالعهد من الناس شوف المروءة شوف نبل الخلق ماذا فعل قال خشيت يا أمير المونين أن يقال قد ذهب الوفاء بالعهد عند الناس لا المسلمون فيهم الوفاء أرأيتم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن يمان عندما أخذوه وأخذوا أباه وهو يطوف وقال له أنت تذهب إلى محمد وستقاتل معه ضدنا فقال نحن ما نذهب إليه لنقاتل وأعطوهم العهود والموثيق أنهم لا يقتلون في صف النبي فلما ذهبوا إلى النبي وكان النبي في عوازن للرجال في بدر فقال حزيفة وقص على النبي صلى الله عليه وسلم القص مع أن الجمهور العلماء يرون بأن هذه العهود ممكن أن تكون ساقطة لمقاس شريعة في مساحة المسلمين لكن ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤسس أساسا في مروعة الأخلاقيات وحسن الفعال والسمو والارتقاء عند التعامل حتى ومع أكثر أهل الأرض فلما قص عليه حزيفة بن اليمان هذه القصة قال له لا لا لن تقاتلوا معي فردهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم نعم والله قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن محل الإيمان أدل أمانة لمن اتمنك ولا تخن من خالك وذلك قال في آية المنافق آية أربعة قال آية المنافق أربعة قال من كانت فيه خاصة من هنا كانت فيه خاصة من خصال النفاق لكن لو اجتمعنا فيه فهو منافق خالص وهذا النفاق العملي ذكر منها وإذا اتمن خان وإذا اتمن خان فانظر الرجل لما قال له عمر الخطاب ما الذي أرجعك ستقتل قال له خشيت أمير المؤنين أن يقال قد ذهب الوفاء بالعهد من الناس فتعجب عمر الخطاب ثم قال لأبي زر تعال فجاء أبو زر فقال له عمر الخطاب لما ضمنته بماذا ضمنته يعني أنت ضمنت وأنت تعلم أنه لو ذهب ممكن أن يذهب ويفر ولا يأتي بماذا ضمنت هذا الرجل فقال له أبو زر خشيت أن يقول أن يقول أو يقول الناس قد ذهب الخير في الناس يا لله أرأيتم هذه المرؤة قال خشيت أن يقول الناس قد ذهب الخير في الناس فلما قال ذلك تأثر السلاسة من الولد فعفوا عن الرجل المرؤة أنقذته المرؤة أنقذته شوف المرؤة حتى كانت في الجاهلية عثمان بن عفان كان يقول والله ما شربت الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام وكان أبو بقر كذلك أبو بقر يقدم على هذا الباب ما شرب الخمر في جاهلية أو في إسلام وعثمان بن عفان ما شرب الخمر في جاهلية أو في إسلام رضي الله عنه ورضاه ولما سئل عن ذلك قال وجدتها تذهب بالعقل يمشي أمام الناس يضحق عليهم يكون أضحوق أمام الناس رجل يمشي يستهزي به الصغير والكبير لا عقل له وجد رجلا يذهب إلى ما يشينه يعني يفعله أمام الجميع فقال يعني عفت ذلك مرؤة لم يتقدم إلى الخمر والمشرب الخمر رضي الله عنه وأرضى هذه أخلاقيات الصحابة الكرام هؤلاء الذين قال فيهم النفس وسلم خير الناس قارني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم انطلاقا مما فعل سعد بن الربيع ومعرفة الفضل لأهل الفضل أن من حسن خلق الصحابة يتجلى بأنهم ينصفون بأنهم يعرفون الفضل لأهله بأنهم ينزلون الناس منازلهم وهذه من رفيع الخلق انظر إلى ابن عيينة وهو يقول عن العالم النبيل قال العالم النبيل هو الذي يتعلم ممن هو فوقه وهذا أصل ومن هو دونه نعم يسمع له الرجل كأن له علم أوتي علما لم يؤتاه فيجل يسمع له وإن أردت مثلا رائعا في ذلك اضرب بذلك موسى عليه السلام واضرب بذلك مثلا موسى عليه السلام والخضر موسى أعلم من الخضر ولكن للخضر علم قد أعطاه الله جل في علها هذا العلم لم يكن عنده موسى وهذا كان له حكم كثيرة يعني ناتنا في حلقات يفرد فيها الكلام في هذا إن شاء الله يكون لكن اضرب المثل بهذا موسى عليه السلام يقطع الفياف والقفار وموسى من أولي العزم من الرسل موسى خير من وطئ الطراب لما قال الله له عبدي الخضر أعلم منك ضرب أجباد الإبل رحلة للطلب ما في تكبر النبيل هو الذي ينزل ليتعلم الإجماع إذا قلنا الخضر نبي أولي على الخلاف المشهور وهو نبي لأنه قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال ذلك قال وما فعلته عن أمري يبقى عن وح عن وح أوحى الله له بذلك فهذه الدلالة ترجح أنه كان نبيا لكن ما كان في وزن موسى وما كان مثل موسى موسى من أولي العزم من الرسل اختلف العلماء موسى يقدم على إبراهيم أم إبراهيم يقدم على موسى ومع ذلك من النبل ضرب أجباد الإبل وقطع الفياف والقفار من أجل أن يتعلم من الخضر شوف ماذا يقول له يقول له بأدب جم وبنبل رفيع يقول هل أتبعك شوف الرفق والأدب أمام الأعلى علما لأن النبي قال له لأن النبي قال الله له قال هو أعلم منك فقال قال هل أتبعك لأن تعلمني مما علمت رجدا رأيت كيف يتلطف حتى ويتواضع أمام العالم الذي استعلم منه الآن المسألة عصيبة الآن التجرء رهيب على العلماء لكننا في دائرة النبلة هكذا النبلة الذي نتكلم عنه من أخلاقيات الصحابة الكرام من النبل أن يتعلم ممن هو فوقه ممن هو دونه ومن النبل أن يأخذ من قرينه ومن النبل أن ينصف ويقول هذا أعلم مني اذهب فاسأله وهذا سأتيك بضرب الأمثلة فهم ينصفون نبلا وينزلون الناس منازلهم نبلا ويعرفون الفضل لأهله نبلا عملا بقول ربنا في كتابه ويؤتي كل ذي فضل فضله وفي مقدمة صحيح المسلم على عائشة رضي الله عنها وارضها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم وقد وردت بعض الأثار ويستأنس بها في هذه الأوقات قال صحة هذه الأثار عن أبي بكر رضي الله عن غيره وأن أبو بكر لما قال لعلي اجلس مكاني في تاريخ الخلافاء للسيوتي وأن كان ضعاف العلماء السند لكن يستأنس به عندما قال لعلي يا أبا الحسن ها هنا اجلس هنا بجانب النبي أنت أحق بهذا المكان وأبو بكر أفضل من علي باتفاق علي نفسه يقول بذلك فيتعجب النبي وينزل له نظر المتعجب والمقر ويقول يا أبا بكر لا يعرف الفضل لا أهل الفضل إلا أهل الفضل نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف الفضل لأهل الفضل نبل الخلق يتجلى في ذلك ولذلك ترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعرف مقامات الناس وأخضار الناس وينزل الناس منازلهم كم وكم راجعه أمر الخطاب حتى ينحي خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه ولم يسمع أبو بكر لكن الأعظم من ذلك أن أبو بكر أراد أن يجلي مكانة خالد بن الوليد لتعلم الدنيا بأسرها كيف الفضل لأهل الفضل قال أبو بكر قال والله لأقطعنا عن الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد حتى ملك الروم قال له من أنت من أنت يعني ما شهدت معركة إلا وانتصرت فيها من أنت أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم فلا تغلب سبحان الله كاتب الله النصر لخالد في جميع ما دخل فيه من المعارك الله أكبر ولذلك قد ورد وحكي أن أبو بكر قال عقمة النساء أن تأتي بيوسل خالد هذا إنزال الناس منازلهم ولذلك لم يسمع العمر وعمر لما تولى ونحى وهذه استأتي في ختام هذا البحث في الكلام على مفردات نوادر النبلاء سترى عجبا من نوادر هؤلاء النبلاء من حصن الفعال التي نستحي ويحتقل المرء نفسه أمام هذه الفعال التي تصل إلى الجبال وصاحبها يكون في القمم في السحاب فأبو بكر يعرف منزلة خالد ابن الوليد رضي الله عنه أرضى ولذلك قال قال والله الأخطى عنا عنهم وسأوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله عنه أرضى ولذلك إن الله خمد الردة بأسرها على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضى أبو عمر بن خطاب لا غر ولا عجب هؤلاء تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن خطاب يعرف فضل لأهله وانظر كيف يفعل عمر عمر ومن هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيهم بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضى وبشره بالجنة عندما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضى أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين قال هما سيدة كهول أهل الجنة هما سيدة كهول أهل الجنة عمر بن الخطاب عندما كان في السقفة بني ساعدة وكان يقول قد زورت كلاماً أريد أن أبقيه بين الأنصار ستكون الفتنة شوف انظر هنا أخروا لتعلم أيضاً أهمية وجود ولي أمر بين المسلمين وإلا الفساد سيكون مستشريع شوف تركوا دفن النبي أخروا دفن النبي من أجل تولية وتنصيب ولي أمر لما عمر قال زورت كلاماً أريد أن أخطب بين أبي بكر وأبين وأبين الأمر حتى لا تكون الفتنة وأنزل الناس منازلة فقام أبو بكر فتكلم فسكت الجميع عندما تكلم كلهم يعرفون فضل أبو بكر فأنزلوه منزلته ثم قال أبو بكر بعدما انتهى وقال لهم في المناظرة قال لما قالوا منا أمير ومنكم أمير وهذه معناها أنه لا يستقيم الأمر بحرم الأحوال وهذا الذي قاله العمر فقال لهم أبو بكر قد قال النبي الخلافة في قريش ومن نازعهم أكبه الله في النار ولا يبالي ثم بعد ختم أبو بكر وماذا قال قال وأرضى لكم أحد الرجلين يقصد بذلك قصد عمر بن خطب وقصد أبي عبيدة بن جراح فقام أبو عبيدة وهذه زلة من أبي عبيدة هذه زلة والله من أبي عبيدة وأبو عبيدة هو من هو سنبين أيضا من نوادر الخلق ومن نوادر النبلاء من هو أبو عبيدة وكيف فعل أبو عبيدة رضي الله عن أرضاه أبو عبيدة رضي الله عن أرضاه قال لعمر أبسط يدك أبايعك عليه تعجب عمر كيف تخرج هذه من أبي عبيدة فنظر إلي ونظر الأنصار وإلى المهاجرين فقال كيف أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر أتقدم فتضرب عنقي خير لي من أن أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه أرضاه رحم الله عمر بن الخطاب ورضي الله عنه يعرف الفضل لأحي الفضل بل أعظم من ذلك عندما أخر دخول سهيل بن عمر وأيضا دخول أبي سفيان بن حرب وهو مكة بأسرها أبو سفيان وأخره أو قفه ما أدخله يريدون الاستئذان على أمير المؤمنين حتى قال الرجل يا أمير المؤمنين بلال يستأذن قال أدخله ودخل سريعا شوف إمعان النظر بقى في معرفة الفضل لأهله أدخلهما وقال لبلال هاهنا تجلس هذا مكانك يعني مكان عمر بن الخطاب وقال بلال سيدنا لحسن صبقي في الإسلام لما صبر فيه من اللأواء والشدة والعذاب وهو يقول أحد أحد فقال بلال سيدنا يعرفون الفضل لأهل الفضل ولذلك هم من الفضل بمكان فقال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا في الحلقات القادمة إن شاء الله نورد من نبل خلق هؤلاء الأفاضل الأماجد معرفة الفضل لأهل الفضل ثم ننتقل إلى نوادر النبلاء ختما لهذا البحث تجلية لصفات هؤلاء لنأتسي بهم ولعل الله تعالى يكتب لنا النجاة كما كتب الله لهم النجاة ويكتب لنا النصر كما كتب لهم النصر ويكتب لنا التمكين كما كتب لهم التمكين والله ليس بعيدا على الله والله ليس بعيدا على الله والله ليس بعيدا على الله بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بشي هذه الأمة بالرفع والسانة إلى يوم الدين وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرهم من خلفهم ولا من خزلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعاته الله ما جعلنا منهم يا رب العالمين واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات الله ما جعل عمل لنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تلع لأحد فيها شيئا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغسرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة